بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بطلاب الأعزاء وطلاب الصف السابع سنبدأ اليوم بإذن الله بالوحدة الرابعة من كتاب الجغرافيا وهي بعنوان الأخطار الطبيعية والبشرية درسنا الأول بعنوان التغير المناخي ما معنى التغير المناخي؟ هو أي تغير يحدث على الظروف المناخية كالحرارة، أنماط الرياح، والتساقط، التساقط الأمطاري أو الثلوج الذي يميز كل منطقة في الأرض عن الأخرى وهذه التغيرات للأسف تؤدي على المدى البعيد إلى تأثيرات هائلة على الأنظمة الحيوية الطبيعية في العالم أي تؤثر على الإنسان وتؤثر على النباتات وتؤثر على الحيوانات علماء المناخ أكدوا أن الأرض قد شهدت تغيرات في مناخها في السنوات الماضية حيث تم تسجيل أشد درجات الحرارة بالأعوام بين 2000 و2015 شهدت الأرض ارتفاع لدرجات الحرارة بمعدل 0.85% أي فلنقل تقريباً معدل درجة واحدة في آخر مئة عام أي منذ الثورة الصناعية لنتعرف عزيزي الطالب على أسباب التغير المناخي يحدث التغير المناخي لثلاثة أسباب السبب الأول هو النشاط الصناعي السبب الثاني هو غاز الميثان المنبعث من مزارع الأرز ومكبات النفايات والمناجم السبب الثالث هو إزالة الغابات بشكل واسع لنتعرف على كل واحدة على حدة بالنسبة للنشاط الصناعي عمليات استخراج النفط من باطن الأرض وإحراقه لتوليد الطاقة ساهم ذلك في إطلاق عدد كبير من الغازات داخل الغلاف الجوي حول الأرض لا تخرج إلى الغلاف الخارجي أهم هذه الغازات غاز ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون غاز الميثان المنبعث من مزارع الأرز ومكبات النفايات والمناجم أيضا يتجمع بين الكرة الأرضية والغلاف الجوي إزالة الغابات أدى إلى مضاعفة نسبة هذه الغازات في الغلاف الجوي فأنت تعلم عزيز الطالب أن الأشجار تقوم بامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون وتطلق بدلا عنه غاز الأكسجين لكن قطع أشجار الغابات أدى إلى عكس ذلك إذن قطع أشجار الغابات يؤدي إلى ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو ماذا يؤثر؟ على ماذا يؤثر ذلك؟ هذه الغازات التي تتجمع حول الكرة الأرضية والغلاف الجوي تسمى بالغازات الدفئة الغازات الدفئة هي المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري أي أن الحرارة لا تخرج إلى خارج الغلاف الجوي فارتفاع نسبة تركيز هذه الغازات يؤدي إلى رفع درجة حرارة الأرض مما يؤدي إلى حدوث التغير المناخي وقلنا قبل قليل أن تقريبا درجة حرارة الأرض ارتفعت بمقدار درجة مئوية مقارنة مع مستويات ما قبل الثورة الصناعية انظر عزيز الطالب إلى الرسم الذي أمامك هذه الرسمة توضح بشكل أوضح الاحتباس الحراري فالغازات المنبعثة من وسائل النقل من البيوت من المصانع من الحيوانات من النباتات يؤدي ذلك إلى تراكم طبقة من الغازات في الغلاف الجوي فتمنع هذه الطبقة مرور الحرارة إلى خارج الغلاف الجوي إلى خارج الغلاف الجوي وتبقى هذه الحرارة عندما تصعد إلى خارج الغلاف الجوي للأسف تصطدم بهذه الغازات فترتد مرة أخرى إلى الأرض إذن الغازات عندما تحاول الخروج إلى خارج الغلاف الجوي يؤدي ذلك باستضامها بالغازات الدفيئة ورجوحها مرة أخرى إلى الأرض وهذا ما يسمى بالاحتباس الحراري فلنتعرف عزيز الطالب إلى نتائج التغير المناخي يوجد التغير المناخي نتائج سلبية جداً على الكرة الأرضية أولاً التغير في أنماط سقوط الأمطار والثلوج فتقل النسبة سقوط الأمطار والثلوج مما يؤدي إلى تناقص مياه الشرب في العالم مما يؤدي إلى زيادة التصحر فيؤثر ذلك على الزراعة فيقل المخزون الغذائي في دول العالم لننظر إلى الصورة التالية قلة الأمطار أدت إلى جفاف الأرض نقص في كميات مياه الشرب أو المياه بشكل عام على الكرة الأرضية ثاني نتيجة من نتائج التغير المناخي انتشار الحرائق الطبيعية فبسبب الجفاف قلة الأمطار بسبب ارتفاع درجات الحرارة يحدث حرائق تؤدي هذه الحرائق إلى تدمير المناطق الطبيعية للحيوانات والنباتات البرية لننظر إلى الصورة التالية هذه صورة لأحدى الحرائق في غابة انظر الغابة انظر إلى كمية الدخان الذي تصدرها الحرائق كل هذه الأدخنات تتجمع بين الغلاف الجوي والكرة الأرضية وجود غاز ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وغاز الميثان يؤدي إلى عدم خروج هذه الغازات إلى الفضاء الخارجي مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الحرارة ثالث نتيجة للتغير المناخي ذوبان الكتل الجليدية فذوبان الكتل الجليدية الضخمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة المياه في البحار والمحيطات مما يؤدي إلى إغراق المدن الساحلية والتأثير على التجمعات الساحلية والأردن عزيزي هذه المياه كمية الأمطار للأسف شهدت في السنوات الأخيرة نقصا كبيرا من منطقة إلى أخرى في الأردن نتيجة لنقص كميات الأمطار أدى ذلك إلى جفاف عدد من الجداول والأودية جفاف عدد كبير من الينابيع الطبيعية مما أثر على انخفاض مستوى المياه الجوفية إلى مستويات حرجة وهي المياه الرئيسية للشرب في الأردن ما هي الجهود الدولية المبدولة لحل مشكلة التغير المناخي دول العالم تحاول جميح الحد من انبعاث الغازات المساهمة في حدوث مشكلة الاحتباس الحراري بالذات بالدول الصناعية الكبرى مثل الصين مثل الهند الولايات المتحدة وروسيا عقدت مؤتمرات كثيرة تتحدث عن التغير المناخي كان أهم هذه المؤتمرات الذي عقد في باريس عاصمة فرنسا في 12 كانون الأول عام 2015 وقد شارك به جلالة الملك عبدالله الثاني وتحدث فيه عن مشكلة الاحتباس الحراري انظر إلى الصورة التي أمامك هذه صورة للملك عبدالله الثاني في مؤتمر التغير المناخي في باريس عام 2015 من أشهر مقولاته كوكبنا بأسره مهدد بسبب التغير المناخي يجب علينا العمل بشكل جماعي وضمن رؤية ومسؤولية وعزيمة 195 دولة التي شاركت في هذا المؤتمر اتفقت على مجموعة من العناصر للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري أهمها حصر ارتفاع درجة حرارة في الكرة الأرضية وابقائه دون درجتين حتى عام 1200 فإذا ارتفع أكثر من درجتين سيؤدي ذلك إلى أشياء خطيرة تؤثر على النباتات وعلى الإنسان والحيوان ثانيا الحد من معدل انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري مثل الغاز الثاني أكسيد الكربون أو الأكسيد الكربون غاز الميثان ثالثا تقوم الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة فتدعمها ماديا حتى تقلل من ظهرة الاحتباس الحراري في الدول الفقيرة والتحول في دول العالم لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى هنا تنتهي حصتنا نلتقي لأسبوع المقبل بإذن الله بدرس جديد يعطيكم ألف عافية